موسيقى اكتر واحد بخاف منه دكتور الأسنان اتفقد السنان ده شيء قاسد جدا وفيه مهن معينة وممكن تفقد سنانك في ثانية فيها زي الملاكمين زي لعبت الكرة لعبت الكرة على الفكرة بفقد السنانهم مثلا هنا وبص اوبا استضامة دي الاستضامات دي بتبقى يعني طبعا ده مين ده ده يعني باير الميونيخ فقط سن فده ده اعتقد ده في أتلاتك ومدريد وده برضو ابو وص هبا رح مطير وشه ده ده خميس ده خميس روتريجس دقريبا فيعني طبعا يعني مأساة طبعا فقد السنان يعني حاجة فضيعة اولين طبعا جودين وده يعني برضو ده جوش ده لعيب وستهام يونايتي طبعا ده هبا طبعا مرسله رح مطير سنة ميسي ماشي انا بتاع ريالف عادي بس ميسي حبيبي برضو يعني بص يعيني مسي محدش لازم يشوفه اللي يزعل عليه يعني يزعل اي حاجة تصيله فاخد سنة في ثانية وطبعاً مرسله ده اللعيب يعني خميس هم بتقع الدفاع كلهم بتقع ريال مدارية كلهم داريبهم مضرين فرح وكله كده يعني يعني بيحاول يلحى الكرة ورح يعيني وكله طبعاً اللعيب لابا بيفقد سنة معظم لعب الكرة زلعين سنانهم على فكرة فعشان بس الناس تفهم طبعاً وبيتعرضوا لضرب جامد جداً وزلع بتبقى كويسة عشان كده القضية هل الزراعة فعلاً بتتحمل ولا لا الزراعة تحتاج يعني تدقيق تحتاج إلى ضمير مهني ودقة شديدة جداً لأن الزراعة الغلطة فيها بجون بجون يعني ايه هنفهم مش جون ده جون تاني خالص ألم خسران سنان تآكل فاك كوارث طبعاً في مصرين الحبيبة فيه ناس محتاجين مش زراعة سنة ولا اتنين ولا تلاتة لا قصة أكبر من جداً تعالوا نعيش هذا الإحساس مع الزراعة في معلومات وزي ما بقوله يعني قلبي مفتوح في الزراعة ايه هي الخبايا بتاعة هذا العالم مع ضيف العزيز دكتور رحمد الأفلس في مشاكل كبيرة في الأسنان ممكن ما تكونش مرتبطة بعدها زي بتختار الشكل زي بنعمل الدزاين مفيش تجميل بدون علاج الأسنان لها وظيفة هي أهم من كونها شكلها كويس تجميل الأسنان ليه قواعد؟ أهمها ما يكونش فيه أثار صحية سلبية بتنتج عن الأسنان أو اللاسة بعد تجميل الأسنان غلطة في طب الأسنان التمن بتاعها بيكون غالي فيه بروتوكول معين للموضوع ده لو الشخص اللي بدور لأن الموضوع ده فيه مشكلة يعني فيه حاجة من الحاجات دي بتتعملش يعرف أن النتيجة مستحيل تكون مرضية قوي موسيقى الاختيار والمنعشة الكاملة حوالي حالة التجميل هي عايزة إيه وإيه المناسب لها ده أهم حاجة وضع خطة علاجية مصبوطة بالجلسات والوقت والتكاليف وكل حاجة دي برضو من الحاجات المهمة موسيقى الدكتور أحمد القفاص أخصائي تجميل الأسنان مؤسس كابيتل دانتال كلانك لتجميل الأسنان عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان ضيف العزيز دكتور أحمد القفاص أخصائي تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان أهلا بيجي دكتور أحمد يا أهلا دكتور أحمد عايزة بدأ الأول إيه اللي يحصل لو واحد فقط سنته سابعة؟ طيب أنا كان فيه بس التقرير اللي هو بتاع اللعابة الكورة وهم بتخلطه شفتوا جدين راحة لعابة الكورة أي شخص ممكن يتعرض لفقدان سنة تطلع بالكامل بالجدر بتاعها هنقول بس النصيحة بتاعته على طول إنه هو يمسك السنة من الجزء اللي هو الكراون مش الجدر ويحاول يحطها في لبن ويتوجه لأقرب دكتور أستادي يقدر يساعده ممكن السنة دي ترجع مكانها هي هي تاني الله ممكن تتزرع هي هي في مكانها تاني بس تشوف الدكتور اللي عنده المعرفة بالموضوع ده ده بينجح ولو يعني في أهل من 6 إلى 12 ساعة ممكن ممكن تتلحل تمام الموضوع بقى بتاع فقدان السنة اللي هو وتطنيق أه أولا أسباب فقدان الأسنان يا دكتور أيمان دي حاجة مهمة لازم نقف عندها التساوس الناس ما بترعيش موضوع التساوس غير أما يوصل للعصر بيبقى فيه ألم بيصحيني منهم وناس كتير ممكن تروح لأماكن مجرد يعمل لها تحنيط للعصب مش علاج عصب وحشو جزور ومادة بلاقيها في حالات كتيرة يا دكتور أيمان محزورة تقريبا في كل العالم وموجودة عندنا في مصر تشتغل عادي ومش عارف إزاي الناس بيحنطوا العصب مش بيشيلوه ويحطوا حشوة ويعملوا عليك جزور كامل فيها شوية حاجات تانية مجرد أنها بتضيع الوجع فالمزاية ده بتاع حافظ الجزء بالزبط وما صرفش عليها بربع جنيه خمات ولا بربع جنيه خبرة ولا تعليم الموضوع ده في غاية الخطورة إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل خراج في خلال من سنة لسنتين وبيفقد الدرس وبيفقد العظم كمال اللي حوالين الدرس وبيقى في ألم فظيع جدا وتقى زيارات توارئ واتصالات في نص الليل علشان الناس حد يلحق الموضوع ده في غاية الأهمية الموضوع بتاع تحنيس العصب أو عدم إجراء حشو عصب مظبوط والاعتماد على مواد تسكن الألم بس وتسيب موضوع العصب ده يحصل فيه اللي يحصل فيه بعد كده ده أكيد موجود زي في المحافظات موجود في القاهرة بس موجود في حيطة القاهرة مش مدينة نصر ومصر جديدة والمهندسين وزايد لا القاهرة فيه مأم مع فيه مصر عتيق أو جيارة والسيدة عيشة والسيدة زينب لازم المريض يفهم هو بيحصل له إيه حق المريض دكتور آمن هو يشوف الأشعة بتاع الدرسه قبل حشو العصب وبعد حشو العصب ويتأكد إن حشو العصب وواصل لآخر الجدر ومظبوط ومحطوط كويس ما هو ده سبب لو اتعمل كويس بالذات حشو العصب هيقلل الحالات اللي محتاجة زراعة يمكن لخمسين في المائة دكتور آمن إحنا تقريبا نص الحالات اللي بعملها زراعة هي حالات سبق علاجها علاج عصب مش مظبوط وخلاص كومبليكيشن فيها رهيبة جدا فهنشلها علشان ما عادش نافية فيها حاجة ونحط زراعة فورية أو نعمل زراعة يبقى التساوس أما السنة التساوس هتعالجها فين و هتعالجها إزاي حاول تفهم حاول تعرف أنت رايح تعمل إيه و بتعملك إيه بالزبط وهل تعاملك ده مظبوط و علميا مظبوط في الأسنان ممكن ما تكونش مرتبطة بألم و دي ممكن تكون مفاجئة ممكن يكون عندي مشكلة كبيرة جدا و مفيش ألم مش يحصل فيها ألم غير كمان سنة أو سنتين أو ست شهور على حسب مناعتك و على حسب صحتك العامة و حاجات كتيرة جدا طيب موضوع بقى الزراعة احنا قلنا التساوس قلنا الأمراض المزمنة زي السكر ممكن تؤدي الفقدان أسنان كتير الحوادث الفقدان الطبيعي في ناس بتتولي يا دكتور أمام ما عندهاش أسنان معينة في الفك يعني أشهرهم درس الخامس تحت والسنة رقم اتنين فوق دول في ناس كتير بتولد ما عندهمش الأسنان دي يبقى سواء الموضوع طبيعي أو فقدان أسنان أو تساوس أو حوادث هنلجأ للزراعة فقدنا هنلجأ للزراعة بصفة أساسية عندي مشاكل في العظم مشاكل العظم بتتحل عندي مشاكل في الجيوب الأنفية مشاكل الجيوب الأنفية بتتحل أنا مش عايز زراعة دكتور بتعمل تركيبات بس يكون عندك سبب مقنع قدام نفسك وتكون مقتنع باللي أنت أو عارف أنت بتعمل إيه أن أنت بتعمل تركيبات علشان مثلا الأسنان مساوسة كلها فإحنا كده كده هنبرض الأسنان عشان عاملين فيها حشوة عصب وهنعمل كبري بدل ما نعمل زراعة وتكلفة إضافية على الفاضي سبب مقنع ومنطقي لكن لو أنا عندي فقدان لدرسه واحد سنة واحدة سنتين وبقى السنين اللي حواليها سليمة وعايز أروح أبرض السنين الشمال واليمين المكان الفاضي ودخل وكبر المشكلة ومعوضش عظم الفك في المكان ليه أعمل في نفسي كده نقبل منك كده لو التكاليف بتاعت الزراعة مش مناسبة ليك هنعمل ده كحل مؤقت وممكن بعد قدام شوية نفكر في موضوع الزراعة لكن أنا مش عايز زراعة عشان بخاف منها مفيش الزراعة إجراء أبسط من الخلع من الخلع وأبسط من حشو العصب الزراعة مش عايز زراعة علشان عملها مش عارف مين وما نفعتش أو عشان عملها غلط ومتعملتش بالبرتوكول المزبوط وما عوضلوش العظم وعمل برضو اللي هو أي حاجة على بسرعة كده وخلص موضوع الزراعة دلوقتي مش بس تعويد لسنة ولا اتنين لا احنا ممكن دكتور أيمان نعوض فك بالكامل من خلال الزراعة نتائج ممتازة ديورابلتي عالية أو يعني أنه هو استمرارية وما فيش موانع لحاجة خالص هتعيش بأسنانك المزروعة بالزبط زي الأسنان الطبيعية بدون أي موانع فبعض الحالات في التجميل ممكن ندي موانع الزراعة مفيش اعمل كل حاجة ممكن تعملها على سنانك الطبيعية إلا طبعا لو عندك عادات أصلا هي غلط هنمنحها على الطبيعية والمزروعة والتجميل وكل حاجة واحد مثلا بيفتح الإزاز آه يعني الحاجات دي كده كده ممنوعة لكن مش هنمنحك مثلا من حاجة نشفة شواف لا كل اللي انت عايزه وعمل كل اللي انت عايزه لو انت عامل زراعة انت في أمان كامل 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 عن التركيبات السبت آه بس ما تكونش إزاز يعني نا أكيد أو متاكلش مثلا فيه ناس بتاكل تلج تلج اه مشهول وفيه ناس بتاكل إزاز بس دول سكارة يعني آه فراعونات بقى طيب احنا جابنا سيرت الزراعة والتركيبات يعني وانت قلت يعني يعني الزراع أفضل من التركيبات بس لو انت معاكش مثلا أو مفيش إمكانية دلوقتي مالية للزراع نعمل تركيبات لغاية لما يبقى فيه مالية قدرة مالية للزراع ليه هو ايه السوبروريتي أو العلو كعب الزراع للتركيب الزراع الكويسة ما بتعوضش فيها الأسنان كعدد بس يعني التركيبة بتعوض الأسنان كاللي انت شايفه بالعين عدد شكلا لكن موضوعا ما بتعوضش حك العظم سايبينه زي ما هو لا سايبينها زي ما هي في حالة انه هو سنة واحدة أو درس واحد فاحنا بردنا شمال ويمين احنا عملنا مشاكل كبيرة علشان نعمل تركيبة لكن الزراع هي بتحل كل المشاكل وبعدين نعمل زراع وهو ده الفرق الجوهري يا دكتور أين دي الزراع دي الزراع هروح على المكان ده طب المكان ده يعني في الفيديو ده كان كويس يعني فيه عظمه هنحط الزراع لو ما فيش عظم هنبني العظم الأول لو محتاج زراع يتلاسى هنعمل زراع يتلاسى فاحنا بنحل المشاكل كلها الزراع دايما بتحصل في وسط سليم فلازم كله يتعالج الأول بعدين نعمل زراع ساعات بنقدر نعمل خطوات مع بعضية زينا نبني عظمه ونزرع في نفس الزيارة أو ساعات بنكون عايزين نبني عظمه ونستنى فترة 3-4 شهور وبعدين نعمل زراعة لكن الفرق بين التركبات واضح احنا بقى خلاص سبنا ملناش دعوة بقى حاجة خالص وسبنا عظم الفك ده يلتأم وطبعا عظم الفك ده يحصل له دمور علشان هو مش صبرت بجدر يعني مش مدعم بجدر من جدور الأسنان وجدور الأسنان هي اللي بتحافظ على عدم دمور عظم الفك ودي حاجة مهمة ومظهر العجز اللي بيظهر عند الناس بدري وفعلا هنا في التركيبة بدأ العظم شو بص يتآكل يتآكل دايما احنا عايزين تقول برضو معلومة دكتور أيمان مستوى اللاسة علشان الناس حتى اللي بتيجي تتكلم على انا عايز مثلا اعمل تجميل لللاسة مستوى اللاسة مرتبط بمستوى العظم بيكون أطول من 2 إلى 4 ميلي من مستوى العظم يعني انا ماينفعش مثلا لو انا عندي جميل كبيرة قوي ومتخيل ان انا هعمل اللاسة بالليزر وبس ممكن في بعض الحالات احتاج اشيل عظم كمان علشان اللاسة تقدر يعني ما ترجعش تاني لمستوى بتاعها يعني انزل مستوى العظم كمان من التركيبة هنا في التركيبة خلاص انا عندي الفي شيب او اليو شيب اللي حاصل ده اللي هو فقدان العظم ويطوله بقى الكراون اللي في النص انا دي الحلول بقى دكتور ايمن اللي بيدقيني جدا هو في المرحلة دي المريض بقى عنده مشكلة ان هو ايه بيدخل اكل تحت التركيبة وعمل له مشاكل هو ما يعرفش ما هو شايف الصورة دي هو ما شايف العظم بتاعه هو بيشتكي من دخول الاكل بس تحت التركيبة فيقوم الدكتور عامله ايبارد له اثنان تانية ومطوله الكراون اللي في الفاضي ده يطوله له علشان يقفل له المسافة بيزود المشكلة اكتر لو الصورة بتاعة الكراون الطويل ده هيحصل فقدان بس مش بقى عظم كمان فوق الكراون بس يحصل كمان على جنبه من الجنب كمان يعني المشكلة تتفاقم بكتير جدا الزراعة بقى في حالة زي كده بتيجي في الاخر خالص نضطر بعد ما مرت بالموضوع ده والتركيبات ده بتقعد سنين برضو يعني مش هيعمل كده ويحصل موضوع ده في سنة ولا اتنين الموضوع ده هيحصل في سنين كتير لكن الصراحة والمنطق مع المريض انك تبقى عارف ان انت تقوله والله احنا نعمل التركيبة دي وهتمشي وحل كويس يقوم معاك عشر خمسة عشر سنة بس هتبقى عارف ان النهاية ان احنا هتضطر تزرع وهيبقى سعيدها كمان الموضوع مكلف اكتر وبإجراءات اكتر وعلى حسب بقى الحدث الصحية بتاعت حضرتك بعد عشر وخمسة عشر سنة هل هينسبك الكلام ده ولا هتضطر نأجله ويبقى فيه تزبطات كتير عشان نعرف نزرع لما بنقول ان واحد قبل ما يزرع يعمل اشعة سلسية الابعاد ناس تقولك ده هم بيقولوا كده عشان مثلا دكتور عحمد عنده جهاز او الدكات اللي دول عندهم جهاز اشعة سلسية الابعاد فهيكلفني فلوس طبعا انا عامل اشعة بانوراما انا جاي وعمل اشعة بانوراما في مركز جنب البيت ليه دخليني نعمل اشعة سلسية الابعاد طيب هوا اه متوفر الجهاز بتاع الاشعة سلسية الابعاد وممكن اكشف على حد ببانوراما ممكن اكشف عليه ببانوراما بس انا بخليه طلع ايامل اشعة بعد دقيقتين موقعت معي علشان هوا بيقول لي اي حاجة ولو مش عارف معرفش وبجد معرفش انا عندي اشعة تودي او مفيش اشعة خالص وهوا بيسألني هحتاج بنا عظم معرفش انا اعرف منين انا ما عنديش اشعة اشوف بيا طيب يا دكتور هنزرع النهاردة مع العظم ولا لأ ما عرفش برده اي سؤال هجاوب عليه انا مش عارف انا مش اقدر ان انجم الحالة فيها ايه لكن يعني مش اقدر اشوف الموضوع ماشي ازاي من غير اشعة سلسية ابعاد اشعة سلسية ابعاد يعني انا شايف العظم شايف الجزور اقدر اقيس كسفة العظم اقدر اقيس البعد بالملي بتاع الجبل الانفي عن اخر مستوى العظم اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا مش اقدر اعملها بالاشعال تودي واكيد مش اقدر اعملها بالاشعال العادية فلو حضرتك مريض بيبحث عن زراعة الاشعال سلسية الابعاد قبل اي حاجة خالص قبل ما تختار اصلا الدكتور اللي هتروح له لازم يعني الموضوع ما فيهوش هزار وان كان حد بيسمعنا وقولك انا بشتغل باشعال بانوراما وربنا سطرها معاه فهو يحمد ربنا يعني دكتور ماشي بس تراعي يعني تراعي الاصول تراعي الاصول والبروتوكول الطب عندنا اشعال سلسية الابعاد يا دكتور اعمل فرق بينهم اصلا في السعر مش حاجة يعني ما فيهوش فرق اصلا تقريبا بين البانوراما والاشعال سلسية الابعاد حاجات بسيطة جدا هو في الطب فعيه فرع في الاسنان برضو لما ربنا سطرها معاك وانت مش ماشي تبقى للجايدلاينز فما تتمداش قوي وتقول انه مش لازم اه بالزبط يا بتقولش مش لازم قول الحمد لله اه اه احنا قولنا الحمد اه بدايما الحمد لله بس تأكد ان سطر ربنا معاك وربنا علم ان انت مخدتش بالاسباب بزبط يعني ايه جايدلاين اخد بالاسباب ايوه انت ماشي بالاسباب الصحة بزبط فما خد انت يعني استهتر يعني تعاملت مع سطر ربنا بستهتر ده ده الكلمة الصحية بزبط جدا عايزا ايه لحتة مهمة فيه زراعة فورية ولا الزراعة الفورية دي لها سيتيوشة معينة طيب اهم حاجة في الزراعة الفورية التقليدية ايه ان كان المسمى اللي الناس تصلحت عليه على تسميات مختلفة للزراعة مفيش حاجة اسمها زراعة في جلسة واحدة في اي طريقة من الطرق دي كلها مفيش زراعة في جلسة واحدة تماما مش موجود في اي حتة في الدنيا زراعة على مرحلتين بجلستين على الال الجلسة الاولى اللي هي بنحط فيها الجزء المعدني اللي من تايتنيوم في عظم الفك المرحلة التانية اللي هي بنعوض فيها التركيبة النهائية او الشكل النهائي للدرس او السنة اللي بنبدأ نشوفه بعينينا ما بين الفترتين دول على الاقل على الاقل تلت شهور لو ما عنديش مشاكل في العظم او عندي ايه مشاكل تانية بحلها مع الزراعة طيب الزراعة الفورية يعني زي الصورة كده هشيل درس بايز حالا زي الدروس يا دكتور قامت كلمنا عنها من حشو العصب البيز اللي بنشوفه هنشيل الدرس ده وهنحط زراعة الصورة دي فيها مشكلة نقصة في العظم دي الحالة دي المشكلة مش كبيرة فنقدر نعمل زراعة وتطعيم عظم أو بنا عظم يعني في نفس الزيارة الزراعة بقى الكلاسيكية أو التقليدية هي دايما بتبقى أصعب شوية أو عشان بيبقى حصل الفقدان بقاله فترة فحصل ضمور للعظم فدايما الزراعة الفورية مشاكلها أقل علشان كانت الجدور موجودة فالجدور دي حمية الموضوع يا دكتور قامت نقطة فنية صغيرة أنا لازم يعني ما بحطش الزراعة في نفس مكان بالضبط بتاع الجدر أنا لازم أنزل العظم كان سليم تحت الزراعة نفسها ممكن ما أقدرش أعمل زراعة فورية علشان تحت العظم ده يعني تحت المستوى آخر الجدر الأديم في عصب فمش هقدر أنزل فمش هقدر أعمل زراعة فورية عندي عدوة جديدة جدا بسبب خراج من حشو عصب بايز أو من أي حاجة عدوة جديدة جدا لو حطيت زراعة أكيد مش هدلتقم بعضم الفاك مش هقدر أعمل زراعة فورية يعني مش كل حالة عندها سنة مكسورة أو جدور باقية ينفع تعمل زراعة فورية لأن ممكن حالات نحتاج نشيل ونستنى وقت على ما نزرع زبط العظة زبط العظة دي حاجة في منتهى الأهمية في التجميل وفي الزراعة وفي أي نوع من أنواع التركيبات التيم جي أو المفصل اللي هو بتاع الفاك ده ليه وضع مريح ليه وضع ريستنج وليه وضع وإحنا بنشتغل أو بنتكلم أو بدمدغ الريكورد زي لازم تتاخد وليها طريقة معينة أن احنا نعرف علاقة الأسنان ببعضيها في حاجات من الحاجات الجديدة زي السيرك أو الكات كام يا دكتور أيمن فيه أبديتس على سوفت ويرز الجديدة أنه هو بيعمل بيعمل مقاسات للعرض لكن ما قدرش ياخد المقاس المتحرك بياخد المقاس السابت فبينفع في التركيبات اللي هي في أسنان خلفية ظبط الموضوع هي قريدي بتعضي مظبوط فهناخد الريكورد على السابت لكن حالات زراعة الفك الكامل حالات التركيبات المعقدة واللي هي فيها تجميل على الزراعة نعمل تجميل قدام وهنعمل زراعة وراء الحالات دي لازم ضبط العضة بمقاسات معينة وليها حاجة كده حاجة اسمها فيسبوك وحاجة اسمها سيمي أرجسي بالأرتيكيد وشوية حاجات كده هوت لو الحاجات دي ما تعملتش التركيبة هتبقى أو النتيجة هتبقى سيئة جدا 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 فقم حياتك تتخيل الناس الكبار في السن إيه الجديد له زراعة الفك كامل زراعة الفك كامل الناس الكبار في السن لهم ثلاثة اختيارات أسوأ واحد فيهم الطقم المتحرك اللي هو القديم ده بيعمل تأكل في العضم ويعمل مشاكل واجتماعيا كمان بيقعوا مشاكله كبيرة جدا في حاجة اسمها زراعة فوق أو طقم فوق زراعات نحن عندنا مشاكل كبيرة قوية دكتور أيمان مثلا في الجيوب الأنفية مع حالة مرضية كبيرة متقدمة زي السكر فمش عايزين نرفع جيوب أنفية ومش عايزين ندخل في القصة دي فبنحط زرعتين لأربع زرعات في المنطقة الأمامية وبنعلق عليهم طقم متحرك بس بيثبت على الزرعات دي وبيعيش ثابت وكويس وكل حاجة أحسن حاجة في الدنيا بقى أنك تعمل استعادة لكامل عضم الفك استعادة لمن أربع لتمن تركيبات زرعات في كل فك ده أقل تأدير أربعة وأقسى قدير تمانية وتعمل عليهم تركيبة ثابتة بيعض عليها وبيعيش بيها زي السنة القديمة بالضبط بدون أي مشاكل والموضوع ده بيحصل كتير جداً لدكتور أيمان ونتائجه مزجلة وهدك معنا الحقيقة إضافة هائلة لنا سعيدني طبعاً بجمهاريتك وبسلوبك الرأى وأكيد أنه اليوم اللي هنتكلم فيه طب الأسان معك هنفتح كتير جداً من الملفات المغلقة وأنا أعتقد أنه السيزون ده أنا هخليك تفتح كثير من السنة دي السويس إن شاء الله إن شاء الله ديفي العزيز واحد من سوبر السرز هذا المجال المجال لطب الأسنان دكتور أحمد الأفاص أخصائي تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان كان مبدعاً كعادته في واحدة من أهم حلقاتنا في السلسلة مهمة جداً في عالم طب الأسنان خليكوا دايماً مع دكتور ترجمة نانسي قنقر